ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكانت من أهم الأسباب والأدوات لافتعال الأزمات والصراعات في الوطن العربي وكان لقناة الجزيرة القطرية الدور البارز في دعم الإرهابيين بمملكة البحرين حديث عن الإعلام القطري يمتد إلى عام 1997 أول قناة عربية خليجية تنتهج سلوب جديد على الساحة من خلال التلفزيون الرسمي قطر استضافت مجموعة أسمتهم المعارضة المتواجدة خارج البحرين وأجرت معهم مجموعة من اللغاءات التلفزيونية الشيخ علي سلماني أحد أبرز قادة التيار الديني في البحرين الشقيق الدكتور منصور الجمري عضو منظمة المنظمة العربية سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي أكد في لقاء خاص لتلفزيون البحرين وبالأدلة الدامغة أن الأسلوب المتبع في الإعلام القطري وخصوصا قناة الجزيرة القطرية في معالجة الأزمة مع قطر هو أسلوب مؤسف وبعيد كل البعد عن مجتمعاتنا وبدأت القناة تقارن تأثيرها على ما تسميه بلورة شرق أوسط جديد بتأثير الدول على محيطها اليوم في تقرير صادر عن الجزيرة يقول أو مضمون هذا التقرير بأن استهداف الجزيرة هو لبلورة شرق أوسط جديد الجزيرة وصلت إلى مرحلة بأن ترى نفسها في مستوى الدول إلى هذه المرحلة دولة الجزيرة هذا ما نشاهده أو ما نسمعه أو ما تحاول أن تبثن للرأي العام ولكن الحقيقة تقول عكس ذلك وصلت إلى مرحلة من الإفلاس مرحلة من البرامج التي تقدم بشكل لا يتناسب مع أي قناة مبتدئة تتناول موضوع بهذا الحجم من الخطورة من يعتقد بأن هذا الموضوع هو خارج سيطرتها لا غير صحيح هو تحت سيطرتها ولكن وصلت إلى مرحلة لا تستطيع الجزيرة مواجهة الواقع فهي من تجار الأزمات التي تتمنى استمرار الأزمة أدلة وأحصائيات تضع الجزيرة في زاوية الاتهام والتآمر فما تحريضها على المملكة العربية السعودية إلا غيض من فيض حجم الدمار الذي أحدثته هذه القناة في الوطن العربي وهو ما يؤكد توافق أجندة القناة مع أجندة السياسة الخارجية لدولة قطر خلال شهر يوليو فقط شهر سبع الفالد ستين بالمئة من برامج قنوات الجزيرة موجهة للمملكة العربية السعودية ستين بالمئة من البرامج والأخبار والتغريدات الموجودة على السوشيال ميديا كلها موجهة للمملكة العربية السعودية أي رأي آخر قناة بهذا الحجم وبهذا الإمكانيات وعلى ديها مراسلين في جميع دول العالم وتعرف بأن هناك قضايا اليوم تهم المجتمع الدولي كله تركت هذا كله وتوجهت إلى المملكة العربية السعودية في عداء واضح من هذه القناة وبتوجيه الاستثمار القطري في الجزيرة بأننا الآن هذه فرصتنا أن هذه الأمكانيات نوجهها للدفاع وياريت كانت للدفاع عن قطر أنا تمنيت أشوف برامج تدافع عن قطر أو عن المواطن القطري أو أبداً هي فقط مخاطبة المواطن البسيط التلاعب بمشاعره وتوجيه التهم بشكل يومي ومن من؟ من قطر نعم قطر الجزيرة والتمويل والتحريض والأجندة الواضحة وضوح الشمس والاعتداءات الناعمة التي كادت أن تودي بمصر العمق العربي والاستراتيجي بتوجيه مباشر من أصحاب القرار في القيادة القطرية وما يرمون إليه من طموحات وأحلام موقف الحكومة القطرية كما هو العالم كله تعترف بمصر حكومة ونظام وتتعامل معه لكن الإعلام القطري منذ أربع سنوات لا يعترف بمصر أبداً لا يعترف بالمصريين أبداً لا حكومة ولا نظام ولا إعلام ولا سياسة يتحدث عن مصر باستهجان من يستهدف مصر يستهدف الأمن القوم العربي من يستهدف المملكة العربية السعودية يستهدف الأمن القوم العربي السياسة التي تتبنىها الجزيرة ضد مصر توضع عليها ألف علامة استفهام ليس بغريب أبداً أن يجيش الإعلام القطري أذرعه بكل إمكاناتها ضد دول عربية وتطعن بها ولكن الغريبة أن تدعي قطر في موقفها أن المحتل الإسرائيلي طرد قناة الجزيرة القطرية هل طردها أم انتهت فاعليتها بالنسبة إليه؟ اليوم كل الأذرع الإعلامية للسياسة الإعلامية القطرية تتحدث بأن تم طرد الجزيرة من إسرائيل لكن لم تطرح تساعل أنا كمواطن خليجي أتساعل منذ متى الجزيرة موجودة داخل إسرائيل؟ ماذا قدمت الجزيرة من خدمات الإسرائيل؟ هل يعلم المواطن القطري بأننا في الخليج أول قناة يظهر فيها المسؤول الإسرائيلي ويتحدث بكل أريحية ويتحدث عن وجهة نظره ويدافع عن قضيته ويحاول من خلال هذه الشاشة أن يتلاعب بمشاعر الشباب اللي هم حدثين أحد بهذا الموضوع قرار الإسرائيلي لم يأتي عبث أتى في وقت رأى بأن تأثير قناة الجزيرة على المواطن العربي أصبح يتلاشى وما العجيب من نظام استضاف الإرهابيين على أرضه وتبنى أفكارهم وقياداتهم ووفر لهم الملاذات الآمنة أن يكون أول من يقابلهم ويعرف مواقعهم ويكون بينهم في الحل والترحال عزمة قطر مستمرة طالما بأن القائمين على هذه السياسة الإعلامية القطرية والمتمثلة في الجزيرة ستستمر طالما هناك استخفاف بهذا الحجم من الإجراءات والخطوات اللي اتخذت ضد هذه السياسة لأن القائمين على هذه القناة هم أكثر المستفيدين من استمرار العزمة تحدث المواطن المسؤول ليعكس بحديثه رأي المواطن والمسؤول حديث سعادة وزير شؤون الإعلام مرآة لوجهة نظر البحرين والأمة العربية التي لا ترضى أن تكون ضحية لسياسات قطر العدائية في المنطقة وأذرعها الهدامة ترجمة نانسي قنقر